اسم الدرس وظف الجمع والضرب والطرح على الأعداد ذات خمسة أرقام أبحث عن العدد المجهول في كل مرة 13486 مع يساوي 46927 مع 11346 يساوي 73232 87459 إلا يساوي 43714 إلا 14358 يساوي 72546 15000 في يساوي 30000 الإجابة لمعرفة العدد المجهول في العملية الأولى نقوم بعملية عكسية أي أن نطرح 13486 من المجموع 46927 46927 إلا 13486 يساوي 33441 يساوي 46927 إلا 13486 7 إلا 6 يساوي 1 2 إلا 8 لا يمكن 4 3 إلا 3 4 إلا 3 4 إلا 1 5 إلا 2 5 إلا 2 4 إلا 2 3 إلا 3 3 4 إلا 3 11346 2 إلا 6 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 12 إلا 6 يساوي 6 3 إلا 5 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 13 إلا 5 يساوي 8 2 إلا 4 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة أحد الآلاف 12 إلا 4 يساوي 8 3 إلا 2 يساوي 1 7 إلا 1 يساوي 6 إذن تكون النتيجة 61886 العملية الثالثة 87459 إلا 43714 يساوي 43745 87459 إلا 43745 يساوي 43714 9 إلا 4 يساوي 5 5 إلا 1 يساوي 4 4 إلا 7 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة أحد الآلاف 14 إلا 7 يساوي 7 7 إلا 4 يساوي 3 8 إلا 4 يساوي 4 إذن تكون النتيجة 43745 العملية الرابعة 72546 مع 14358 يساوي 86904 86904 إلا 14358 يساوي 72546 72546 مع 14358 6 مع 8 يساوي 14 نكتب 4 ونحتفظ بالواحد 1 مع 4 مع 5 يساوي 10 نكتب 0 ونحتفظ بالواحد 1 مع 5 مع 3 يساوي 9 2 مع 4 يساوي 6 7 مع 1 يساوي 8 1 مع 5 يساوي 8904 العملية الخامسة 15 ألف في 2 يساوي 30 ألف أطم الأرقام الناقصة في كل عملية الإجابة الإجابة 33284 مع 54352 4 مع 2 يساوي 6 8 مع 5 يساوي 13 نكتب 3 ونحتفظ بالواحد 1 مع 2 مع 3 يساوي 6 3 مع 4 يساوي 7 3 مع 5 يساوي 8 إذن تكون النتيجة 87636 2837 في 9 9 في 7 يساوي 63 نكتب 3 ونحتفظ بالـ 6 9 في 3 يساوي 27 9 في 3 يساوي 27 9 في 8 يساوي 72 مع 3 يساوي 75 نكتب 5 ونحتفظ بالـ 7 9 في 2 يساوي 25 إذن تكون النتيجة 25533 65218 إلا 28322 8 إلا 2 يساوي 6 1 إلا 2 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 11 إلا 2 يساوي 9 2 إلا 4 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة أحد الآلاف 12 إلا 4 يساوي 8 5 إلا 9 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة عشرات الآلاف 15 إلا 9 يساوي 6 6 إلا 3 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 36896 89342 إلا 45631 2 إلا 1 يساوي 1 4 إلا 3 يساوي 1 3 إلا 6 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة أحد الآلاف 13 إلا 6 يساوي 7 9 إلا 6 يساوي 3 8 إلا 4 يساوي 4 إذن تكون النتيجة 43 ألف وسبعمائة وإحدى عشر 4 يساوي 1 1 5 10 اشتركوا في القناة